أصعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام أهل وسهلاً بالجميع تحية الرحاب من برنامج مجتمعنا الكل أو في البرنامج سنبدأ حلقة اليوم مستمعينا وندكر عنوان حلقة اليوم التجربة المجتمعية المغربية بالكود ديفوار لكثير من المرات وفي الكثير المحطات كانت تكلموا على مواقع التواصل الاجتماعي وكيفاش لمغاربة البعض منهم أكيد خدام مواقع التواصل الاجتماعي بواحد الشكل وهو في مجموعة من المؤخدات والملاحظات لتكلمنا عليها بإسهاب حلقات فائتة اليوم سنتكلموا على التجربة المجتمعية المغربية في الكود ديفوار اللي كانت تحتضن مباريات كأس إفريقيا والعالم كله يشيد بتجربة المغربية وكيفاش لمغاربة تثبتوا ذواتهم وتبتوا ثقافتهم وتربية ديالهم والاندماج ديالهم وكذا لانفتاح ديالهم على جميع الثقافات المغاربة المستمرة الكرام كانوا خير صفراء البلدهم بحيث أنهم عطاوا فكرة وافية لكل الناس على أن المغرب بلد التاريخ بلد الحضارة وبلد المستقبل وكذلك الاختلاف ناس مواطنين عادين يقدرين تكون عندهم صفحات أو ناس ما عندهم ش صفحات مشاو عاشو تجارب مجتمعية وهذه التجارب كانت فرصة لإبراز العنصر المغربي في الشوم اللي يدياله وفي العمق دياله هذا هو موضوع حلقة المستمرة الكرام شنو رأيكم فشي اللي احنا كان عايشوه من خلال هاد المغاربة صفراء بلدنا في الكود دي فواخ بغينا نعرفوا شنو ملاحظات ديالكم من خلال أرقامنا الهاتفية وكادا تدخلاتكم واحتلقنا تعقيبات بخصوص هاد الموضوع فمرحبا نرحب بجميع الآراء فأرقامنا هي 05-33-33-33-0-5-34-44-40 المغرب بلد إفريقي بامتياز والمغاربة اللي ممشو الكود دي فوار بينوا أنه مشي كان امتداد إفريقي وإنما كانوا عمق إفريقي في المغرب ما كانش أدنى أدنى الأمور اللي ممكن تباعد مغربي على أخو الإفريقي في كل بلاد اللي شفوها أو اللي زاروها ناس اللي ممشو فرحلات اللي هي متفرقة بشكل هو منفارد بشكل شخصي بمبادرة شخصية ممشو بشيكتشفوا إفريقيا وجمال إفريقيا وثقافة إفريقيا فالكتير من الناس اللي هما معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي سجلوا ووطقوا رحلاتهم فيديوهات اللي هي قصيرة بشكل تلقائي ولكن أعطت الأكل ديالها وأعطات فكرة العالم أهلاء المغربي ولما كانت تكلموا عن المغربي فأكيد كانت تكلموا عن الموطن دياله كانت تكلموا عن المغربي اللي كان نشيده بالاختلاف اللي فيه وبالنفتاح لفيفا نرحب اتصال لهاتفي ألو مرحبا السلام عليكم عليكم سلام ألو الله يبرك فيك تحية لك وتحية للطاقم كامل شكرا 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 تفضل هاتشي اللي شابت للمسادة جينا بزاف وأطر على المجتمع بزاف المجتمع الإفراني كثير من اللي في خديهم نعم تساعلهم على المغاربة بواحد شكل يعني ما ما كانش كنتوقع جميل هاتش نعم تفضل لدرجة نعم هاتشي اللي زادنا احنا أطر فينا بزاف نعم هو من غير القميس دلمنتخب ولكن باش ناسين خرطوا معك في واحد للفرحة وينخارطوا معك في الثقافة ديالك وأنا شفت مغاربة كان واحد الباراج أو الحاجز أمني منعرفهم مغاربة قال يوم بلا ما نشوفوا الورق ديالك مؤكيدا المغاربة عندهم ورقهم يعني قانونيين أنتو ما أحرار غير هاتلكلمة أنتو ما أحرار تتمشوا في الكود يوفا كيف ما بغيتو وهذا رمشي شيء اللي ممكن نكسبوه بسهولة اللي ممكن تصور أكيد أكيد المجموعة اللي مستثنين هنا لرافقة لكيب جنة هم اللي أطروا في الأفريقة هم اللي أطروا هم اللي أطروا في الوضعهم معهم كي يطلوا معهم كي نشطوهم هذا الشيء اللي يزيد وضعت قابلاتهم نعم أكيد هذا التواصل لمشروط مبيل لمغاربة وإخوانهم الأفريقة هو تواصل جميل وتواصل عندهم أبعد إنسانية كبرى كان شكرا المستمع الكريم وكن نذكروا أنه أقيم أرقام هاتفية هي 05 تعدو 33 33 30 30 34 49 44 40 رقمين هاتفيا كان رحو واتصالتكم وواحد المسألة الشارة للمستمع الكريم هو هد الكلمة دي التواضع ولو أنا أنا أطرح واحد سؤال شوية غريب أعليش ما نتواضعوش يعني اللي ما كيتواضحش ولي عنده مشكل أما العادي العادي هو أن الإنسان كيتبت ذاته بالتواضع ومجموعة وكيتبت مجموعة من الأمور لما كيتواضع فالمفروض أن التصرف اللي تبنيه المغاربة هو اللي خلس يكون لا في إفريقيا ولا في ممشا وفهذا هو التصرف الصحيح والسليم أننا خلسنا نحتار مؤولا ثقافة البلد اللي كان نزوره ثانيا إلى استطعنا أننا نحقوا الاندماج غنكون وصلنا لمستوى كبير وبرهننا على أننا بلد لانفتاح وبلد لكي قدر فعلا أنه مشين ساهر ولكن يتفهم كثير من الثقافات على تنوعها تسالاتكم مرحب بها مسلم الكرام وكيفما قلت أنه الحضور المغربي في الكود يفواغ لفت العالم وهذا الحضور كان إيجابي جدا والترجم بالكثير من المبادرات الطيبة من شباب وشابات مغاربة اللي شفوا أنه نعمل مشي مفجود ولكن طبيعة المغربية اللي كانت غالبة وهذا الحس المغربي هو اللي كان حاضر أنه نبادر نسعى ونسعى كذلك مشي غير فقط السعي من ناحية أنا نمشي نبادر تجاه الآخر ولكن أسعى أنني نسعده وأسعى أني نعيش ما لحظات لي تكون إنسانية وتقاسيم إنسانية ما كتخضعش المجموعة من الأمور اللي يمكن إنسان يبقى رهي لها ويمكن يكون ضيع فاحتة متعة حقيقية لأنه ما كينش ما أحسن وما أمتع من حرارة اللقاء الإنساني ناس كتتواصل مع ناس عمرها ما شفتها ولكن كين هذا الرابط الإنساني ليخلق أولفة وخلق محبة لمشروطة ما بين الشعبين اللي هي كينة منذ أمد بعيد وخير دليل لذلك هو الحجم دي الاستثمارات المغرب في الكود ديفوار كينين أبناء كينين حتى بنسبة كأس إفريقيا فالكفاءات المغربية هي اللي كانت قيمة على الكثير من المشاريع اللي احنا كنشوفوها الآن وهذا كيف ما قلت من كي يجي الرابط الإنساني كي يكمل الرابط الاقتصادي فكتكون الصورة أجمل وكتكون أمتع نذكركم أنكم في لقاء مباشر مع برنامج مجتمعنا وتصالتكم دائما مرحب بها كنت تكلموا على تجربة المغربية المجتمعية بالكود ديفوار تجربة اللي خصنا نوقف عندها وخصنا نوهو بها وكان للك خصنا نشجع هاد النوع دي الباديرات اللي تكون صادقة ما تكونش فيها نوايا اللي اللي ماشي محمودة الحمد لله المغاربابين وعلى أنها نوايا صادقة توجاه إخوانهم في الكود ديفوار كتختلف كيف مقولة التقافات ولكن العمق هو وحده وهو واحد ما بين المغاربة والإخوة في الكود ديفوار ما غدج نوقف عن تجربة بعينها ولكن ممكن نذكره أو أشخاص بعينهم ولكن نذكره محطات اللي جميلة جدا واللي كانت هي الشرارة الحقيقية لها التجربة التي توتق في العالم الآن وكل منبهر بها شفنا الإخوة الكود ديفوار كي رقصوا عن النغمات الشعبية شفنا الإخوة الكود ديفوار كي لبسوا قميص المنتخل المغربي شفنا الاستضافة دي السفير المغري في بلاتوهات دي الكود ديفوار شفنا ناس تغنب أسماء مغربية بالنسبة لللاعبين شفنا أكثر من ذلك أصوات الكود ديفوار تتعالى وكتكلم وكتقول عاشى الملك محمد السادس هذا ما يمكنش يوصل للإنسان إلا لكن صادق في تجربة الإنسانية غادي نرح اتصال الهاتفي مرحبا مرحبا عليكم صادق عندي شوية نحن نسمعك مستمعنا الكريم تفضل الاسم الكريم لا يخليك نعم الاسم الكريم اسم دي محمد تفضل من المدينة جيدة تفضل تشكرك بعدها كتبت موضع شيقة بعدها مرحبا سيدي تشكرك إذا عدت كعفة راديو طاقة تقني مرحبا وانتشيز فرق الله وقع المؤخرا جل الكورة وكي مستر كي فرح البلاد عندنا بعدها نعم خرحة وحيد لنسأل أخرى كتير نتيبها ديالي وغير نتيبها ديالكم هي السياحة نعم عدت معاشينات مؤخرا نيت أبريخيا كونغو نعم بشي كتير تبارك الله زعمال مغرب عند فرج عندهم يقول يعني السياحة تبارك الله الناس قلقوا عمرها تبارك الله لا يمكنك ننصر مع الناس الحمد لله لك شي نعم بشي بحل شو شو تماما دير فيديوهات وتسير ضيحة بسمع ديال والله ديال تماما عصر حاجة عصر الكهدائلة أخير عندكم ناس مساكن بشي يعيش بشي كله هي اختيارات هي اختيارات بشي نوع قلو مساكن هللي غيشوف هناك طريقة عيش كينا حقيقة دورف اجتماعية معينة كيفما عندنا نحن دورف اجتماعية اقتصادية الزائر اولا مبدئيا مني غيشي بلد كيفما بغي يكون هذا اختيار ديالي ولا كينا غيشي يحتار الناس كيف الاوضاع اللي كانوا فيه يحتار مها هذا في المطلق وهذا هو اللي نجح فيه المغاربة بامتيات فكرا نشتغل عليها ثقافي هي السياحة في افريقيا كيف احنا المغاربة نمشي كسياح في افريقيا وهذا شيء جميل واجربة كأس افريقيا فتحت الابواب على مصر عافد الاتجاه ونضيف انه ما بقتش الامور عندها علاقة فقط بكرة القدم ولكن راه وصلت اننا صبحنا كان نعطي او نروج سياحيا وثقافيا وكنشوفوا بان بعد المؤترين تم استقبالهم من طرف وزير السياحة الافواري لانه فعلا وصل صوت وحياة ونمط عيش الكوديفوار الى ابعد المناطق وابعد النقاط وذلك نقول انه مواقع التواصل الاجتماعي لا عرفنا نشتغل عليها ونستغلها في التجار الايجابي فكنحق بها الكثير من المعجزات لانه لو بنا نشتغلو على هاد النقطتين السياحة في الكوديفوار والسياحة في المغرب ولو كانت يعني خطة عمل وكانت استراتيجية عمل بالنسبة الوزارتين ما يمكنش تحقق هاد النتائج اللي هي محققة الان على ارض الواقع واده شيء جميل انه بالذكة وبالتلقائية وبالبعد الانساني ممكن نحقم جموعة من الانجازات في ضرف وهو وجيز استصالاتكم دائما مرحب بها ودائما احنا في انتظارها الاساس نتقسم جميع وحتى نشيد وننوه بالتجربة المجتمعية المغربية في الكوديفوار تجربة اللي هي كبيرة واللي اكيد غادي تكون انطلاقة ديال كتير من التجارب في العالم باسري انه الناس غادي يصبحوا ويمشي وحضروا مناسبات اللي هي رياضية بمتياز ولكن يتم الاشتغال على البعد الانساني والبعد السياحي في هاد البلد وهذا شيء كانون مغربة في حقيقة صباقي شيء اللي خصنا كيفما قلت نوقفه عنده ونعيشه ونستمتع به على اساس انه يمشي دائما في الاتجاه الصحيح والاتجاه اللي احنا مؤمنين انه كي يخدم هادة التجربة المجتمعية المغربية والكل يتابع العشرات من تجارب لدرج اللي شفت هادة الصباح انه هم غربة مشوا عند واحد السيدة عندها عندها مطعم مفيش حركة تجارية معينة فبادروا انهم هما اللي اخدوا هادة البادرة اخدوا المطعم عفوان وقاموا باعداد شيء من الاكلات الجاهزة الخفيفة وقاموا بترويج المطعم في واحد الوقت واجيز وهدي شيء اللي هو جميل جدا كيفاش المغربية كيكون فاعل وكيفاش يقدر يغير وضع معين لما كنت نتكلم على شاب مغربية ممكن يهدي غسالة الام وهي يمكن هدها هدك الشر كامل اللي في لانا ام كانت تخيل انا جيرا كل ما غادي يستعملوا هديك الغسالة وكنشوف الفرحة في عين يوم هيما هي غسالة كهربائية ولكن غادي تغير واقع هديك السيدة ومن المفروض انها تغير علقتها بمجموعة من المعطاية الحياتية واولها انها تهل لها مؤموريتها في تصوير ملابس الاسرة ديالها الصغيرة هذا مثال من الامثلة الجميلة جدا واللي كيفما قلنا فيها الكتير من العبار وكتير من الصور اللي كتقدمنا في ابها حل كمغاربة بلا من تكلموا للمغاربة ما شاء الله اللي كانين منذ سنوات كتيرة من مختلف مناطق المغرب كان في الكوديفواغ اصحاب مشاريع كبيرة او متوسطة او صغيرة وهذا كيبيل ان المغربي كيقدر يخدم في اي مكان ويقدر بتبتداته ثقافة اللي ممكن يكون فيها اختلاف على الحياة اللي تربى فيها او الثقافة اللي كبر فيها الاكيد انا وحتى الفندق اللي كيعيش فيه المنتخب المغربي هو لمغربية وهذا شي جميل جدا انك تلقى مغربية عاملة فندق في ابي جون ماشي سهل بالاضافة المغربية اللي شفناهم عندهم دور ضيافة عندهم مطاعم ناس عايشو كتشتغل في هاد المناطق والعملة ديالها هي تمغربيتية انني مغربي في هادي عملة اللي ممكن كتعطيني الفرصة انني نعيش في ظروف اللي هي جميلة جدا بالعمل بطبيعة الحال ولكن كتكون عندي حدود اكثر من الى كانت عدي جلسية اخرى او نقدر نتكلم معلي في مستوى معين وهذا علاج انا قلت البعد الديني والعنصر الديني في الموضوع عنصر اساسي ومشي غريب اننا نشوف حتى المساجد في الكتير من دول افريقيا انها بناء او مشيدة من طرف مغاربة واحتى فرص معينة يعني بامكانية مغربية بلا ما نتكلم عن الاسماء دي الملوك دينا او لا احتى على اسماء اللي هي بارزة في المغرب اللي كان في افريقيا مخلدة من خلال جداريات او من خلال اسماء شوارع هذا كيبين كيف ما قلت انه العمق الافريقي عندنا حاضر وان التصور الافريقي حاضر في سياسنا الحكيمة والرشيدة ومؤمنين بانهم يمكنش نتكلم على مغرب لن الغد الى ما كانتش الدفعة افريقية ولما امناش بالعنصر الافريقي اللي فينا وكذلك باش نكونوا عمليين واقعيين الفرص اللي ممكن انتحها افريقيا الان هي فرص كبيرة جدا والعالم كله يهب استثماريا واقتصاديا ما قلت كين مشاريع من مختلف مستويات حاضرة في مختلف بلدان افريقيا والسنوات عدة ماشي يعني فترقلي لهدي وهذا اللي كيبين انه كين نباه وكين نفتنا وكين ذكاء مغربي اللي الترجم بتلقائي في هذه المرة لما كانت تكلم على كاس افريقيا فكانتقول ان هاد الشباب اللي عندهم صفحات او ما يتسطلح عليهم بالمؤثرين القول الظروف سانحة ولقوا الشروط وجدة انهم يجيوا ويعملوا هذه الكرازة فوق الحلوة كيفما كيتقال باش يفوزوا او يسوقوا الصورة المغرب اللي هي اصلا كينوا حاضر اقتصاديا كيفما قلت واجتماعيا ثقافيا ودينيا جوهما عملوا النقطة الاخيرة اللي اعطتنا فعلا انه عندنا تابات افريقي وعندنا عمق افريقي وعندنا محبة افريقية اللي خصنا نشتغلوا عليها وخصنا نستطمرها وما نخلي وهاش انها تضيع في الاتجاه الايجابي وهذا كله كيفما قلت بتصرفات لي صغيرة وتصرفات لي جميلة جدا فيها الروح المغربية حاضرة حدثت التغيير وشنا المغاربة في لا في الملعب ولا في تلفزات او الاداعات ولا في الشارع ولا في وزارة معينة ولا حاضرين وكينين ومازال السيل ان شاء الله لن ينقطع مع تأهل المغرب في كل مباراة اكيد ان الانزال المغربي الانساني غد يكون حاضر في ابها صوره واحنا كنشوفو انه كان واحد تلاقوح جميل واحد تلاحم جميل واحد لانصهار لدرجة انه شفت ان افواري يعزف النشيد الوطني المغربي بشكل انفراضي بشكل جميل على قطار وهذا ما يمكنش الانسان يعملوا هذا المجهود الى ما كانت شي حاجة في الدكرة الوجدانية كتحركه يعني كنا سمعة كنا امور لكيعيش هاد السيد او هاد السيدة في هاد بلد الافريقي وجاءت الفرصة انه يترجم هاد الامور سواء من دكرة الوجدانية او حتى من العاطفة اللي كتحركوا باش يتعلم هاد المعزوفة واللي هي نشيدنا الوطني ويعزفها مرتديا القميس الوطني المغربي وهذا كيف ما قلت شي جميل خصنا نستطروا عليه خصنا نعطيه القيمة دياله خصنا من يمشيش هابئا من ثورة ونعرفوا انه فعلا كينا تجربة المغربية الاستثنائية في كأس افريقيا سعيدة هي الفرصة التي جمعتنا مع اخوانين الافارقة في دورة كود ديفوار مستمعنا الكرام صور الحب ما زالة مستمرة وما زالة المغربة كيصنعوا ملاحم انسانية كبيرة وجميلة جدا في الكود ديفوار من خلال تجارب حياتية اللي فيها الكثير من الجمال والكثير من المحبة لمشروطة ما كينش تعليق ما كينش الكتير من الامور اللي ممكن تعيق هاد الحدث على المستوى الانساني بل بالعكس كينا تلقائية كبيرة وكينا محبة كيف ما قلت لي ما فيهاش كهدرة بزا فيها فيها فعل فيها تجاوب فيها تناغم لكي يخلق صور جميلة كتصور على المستوى العالمي كن نهيب ونشيد وننوه بالمجهودات دي المغاربة اللي ساعفهم الحد ومشوا الكود دي فاغ أو هما عملوا مجهود في الكثير من الحالة يحضروا لتشجيع المنتخب المغربي ولكن في نفس الوقت على هامش المباريات خلقوا الحدث وخلقوا استيتنا وهذا استيتنا أكيد أنه عنده إيجابيات كبيرة لبنسبة المغرب لبنسبة الكود دي فاغ شيء كانت منه في كل لحظة أن منتخبنا يفوز بدورة كود دي فاغ وأن توجه على اعتبار أننا رابع منتخب كان في كأس العالم بغينا نأكد هذه الصورة ونعطيه يعني فعلا للعنصر المغربي المجد والمجتهد والخلاق القيمة من خلال هذا التتويج الذي فعلا تستحقه العناصر الوطنية والكل يشهد بالاستماتة والمجهود الكبير لكي عمله عناصر المنتخب المغربي ولما يكون الفوز على المستوى الكوراوي يكون الفوز على المستوى الإنساني فكتحقق الكثير من الغايات اللي هي أكبر من مسائل اللي ممكن تكون مجردة من كل ما هو جميل فأنتمنه فعلا الحد الكبير والوفير المنتخل المغربي ومزيدا من الإبداع ومزيدا من المحبة بالنسبة لكل المغربي كان في الكوديفا أو في كل البلد في إفريقيا أنه يفهم ويتأكد أنه خير سفير لوطنه وبالتالي يجتهد ويعمل ما في جهده أنه يعطي صورة جميلة وصورة حقيقية على المغرب والمغاربة دمتم في أمان الله غدا لنا موعد إن شاء الله أمان الله ترجمة نانسي قرندا إشتركوا في القناة اشتركوا في قناة